امل قالت ان انا قلت لاي ابراهيم ممثلة عظيمة انا الحقيقة لو قلت الكلمة دي بغلطت في التعبير وكنت ازا عايز اصد اقول انها كانت سيدة ممشوقة القوام هايفاء غصنبهن يعني كده لكن طبعا انا يعني بشغلتي بالفن وعارف ان انا لاي ابراهيم هي طبعا اخت الفنانة الكبيرة والجميلة والغالي علينا كلنا نجم ابراهيم انا لاي ابراهيم طبعا اسمها راشيل وهي يهودية وانا ما عندناش مشاكل مع اليهود يعني توجو مزراحي وفنانين كتير كان عندنا موجودين يهود ما عندناش مشكلة خالص مع اليهود انما عندنا مشكلة مع كل يهودي صوفيوني اسرائيل كل واحد بيوافق مش بس بيدفع كل واحد بيوافق على هذا الكيان هو عدو لنا عدو قطعا عدو لكل العرب انت مش عايز تعتبر عدو انت حرر هزا شأنك يعني بس هو ده بياخد ارضنا اخد حتة من ارض الوطن العربي فانما اليهودي احنا ما عندناش مشكل مع مشاكل انما اليهودي الذي يدعم اسرائيل رأي ابراهيم عملت كده طبعا وعينوها ظن سفيرة نواية حسنة لاسرائيل لكن انا مبسوط انها ماتت سنة 77 شافت 67 وشافت 73 شافت انتصارنا العظيم العربي كله في 73 وماتت سنة 77 وراحت اتجوزت امريكاني قصتها مع العالمة الكبيرة سميرة موسى طبعا انتو عارفينها يعني قصة مؤسفة وفي حفيدة ليها طلعت واكدت الكلام ده كله ولكن المخابرات اثبتت ان هي عزمت سميرة موسى على عشاء ظن في اوبرا وحاجة زي كده عشان تسمح للموساد ان يخش شقة سميرة موسى وانا كنا عملنا فقرة كبيرة عن سميرة موسى ويمكن الحكاية دي تخليني احس بحاجتين كويسين جدا جزء الاولاني انه انتو اخدين بالكم للدراجات دي وده شيء يسعدني جدا حتى لو واحد بس فانا مبسوط جدا انه قلت حاجة انا قلتها بنفعل كده كنت باوصف الست وما كملتش للمكان مفروض اكمله فانا عندي غلط انما اللي يسلح لغلط ده ويسعدني اكتر ان الناس خدت بالها ويتلاقى استنى دي جاسوسة هعمل حاجة عظيمة ايه ونيرت انت بتهبب ايه صح يا سلام لو كل حد تعمله معاك ده بيكلمكو وتتأكدهم اللي بيقوله والله حياتكو هتبقى غير كده خالص على الاقل ان لم تحسن وضع الشيء فانت تعلمه يا اخي يعني مش هتقدر تحسن الحصير ده بس عرفت انه وحش على الاقل اتأكدت انت مش من الكلام اللي بيقوله فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان بيقعدوا هنا يغلطوا وبيقعدوا هناك بيغلطوا وياخدوا قرارات بيغلطوا كلنا بنغلط فانا قلت الكلمة دي طلعت مني انا قد قصد الست يعني طوله بالعرض وابتاع